عث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين الشقيقة مشيدا سموه رعاه الله بما حققه البلد الشقيق في عهد جلالته الميمون من إنجازات تنموية بارزة في مختلف المجالات مبتهلا سموه إلى البار جل وعلا أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية وأن يحقق لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد مما تتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة وبعث سموه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين الشقيقة مبتهلا سموه إلى البار جل وعلا أن يديم على جلالته وفر الصحة والعافية وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالته بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين الشقيقة موسيقى موسيقى